مرحبا جميعا هذه المحاضرة ستكون عبارة عن مراجعة للورلمب بونس وذكر لبعض التفاصيل عن الجوينت أنا هنا ذكرت التفاصيل عن الجوينت مجرد تسمية للجوينت وأحيانا سبب تسمية الجوينت لماذا سمية بمثلا knee joint ولماذا سمية مثلا في التلة calcineo navicular joint هذه المرة السادسة التي أذكرها اليوم هذه الكلمة فسبب تسمية بهذه الطريقة ما هو السبب وإلى آخر من هذه التفاصيل سبب ذكري للجوينت هو أنني سأحتاجها بالمستقبل فلا أريد أن يكون ذكرها متأخر جدا أريد أن يكون على الأقل هناك فكرة فأريد أن أنوه لي الجوينت إلى المستقبل أيضا في هذه المحاضرة سيكون هناك طرح لفكرة كيف أحدد أن هذا الستركتر أو حينما يطلب مني عمل identification لشيء معين كيف أتأكد أن هذا الجواب هو جواب صحيح أو كيف أتأكد بالضبط أن هذا الجزء مثلا posterior gluteal line كيف أتأكد من هذا الشيء هذا فقط ما ورد في هذه المحاضرة ممكن أن تكون هذه المحاضرة مملة نوعا ما ولكن حينما تسرع الفيديو أعلى في السيتنجز ليوتيوب تسرع هذا الفيديو في اثنان في واحد ونصف سيكون جيد جدا وستستمتع بهذا الفيديو إن شاء الله نتابع الفيديو ونبدأ في أول سلايد في هذه المحاضرة وسأذكر في هذا السايد مجرد تفاصيل بسيطة عن كل أظم مجرد تسمية كل أظم وأيضا تسمية المفاصل التي تربط ما بين العظام وعلى أي أساس مجرد فكرة بسيطة على أي أساس اعتمدت تسمية المفاصل هنا سيكون لدي pelvic girdle مثلا نلاحظ هذا هو pelvic girdle هذا سيكون عبارة عن الثاي وهنا سيكون لدي اللق وهنا أخيرا سيكون لدي الفوت وأيضا سيكون لدي في هذه الصورة الثامة نلاحظ هنا هذا هو right hip bone وهذا سيكون left hip bone وسيكون لدي هنا sacram هذا هو الساكرم الساكرم لا ينتمي إلى lower limb bones ينتمي إلى pelvis وهو axial skeleton هنا نحن نتحدث عن الابيندكولر ولكن نحن مؤتدين على ذكر تفاصيل كثيرة ومؤتدين على ربط الأمور مع بعضها البعض إن شاء الله حينما ندرس البالفس سيكون لدينا فكرة عامق عن الموضوع وسندرس أكيد الساكرم ولكن هنا مجرد إشارة بسيطة عن الساكرم وأيضا إشارة إنه ليس من عظام اللاورلم وقد تحدثت عن هذا الشيء في المحاضرة الأساسية هنا يكون لدينا الفيمر هذا هو الفيمر كما نعلم ويكون لدينا هذه هي الباثلة ويكون لدينا اللاك بونز أولها سيكون لدينا الفيبيولة وهنا سيكون لدينا التبية هنا هذا هو التبية وهنا سيكون لدينا التارسل بونز التارسل بونز ستكون هنا وسيكون لدينا المتارسل بونز مثل ما نلاحظ هذه هي المتارسل بونز وأخيرا سيكون لدينا الفيلانجيز وحين الحديث عن الجوينز فأول جوينز سيكون لدينا هو الساكرو إليك جوينز الساكرو من ساكرم هذا هو الساكرو إليو من الإليم أو إليك من الإليم هذا هو الإليم الذي هو جزء من الهب بون فهنا تسمية العظم اعتماد أو تسمية المفصل اعتمادا على العظام التي هي انفولفت في هذا البون فهنا ساكرو إليك جوينز ساكرو إليك جوينز أيضا لدينا الجوينز الآخر هنا بيوبس سنفسيز بيوبك سنفسيز البيوبك سنفسيز هو عبارة عن مفصل ولكن ليس السنوفي الجوينز نتحدث عن هذا الشيء بالمستقبل يربط ما بين أضمتي الهب بون ما بين الهب بون مثل ما نلاحظ هنا يربط ما بينهم الرايت والليفت أيضا سيكون لدي الهب جوينز هنا هذا هو الهب جوينز هنا تسمية هذا المفصل ليس اعتمادا على العظام التي تشارك في تكوين هذا المفصل ولكن هنا التسمية على أساس الموقع فهنا هذا هو الهب فهذا هو الهب جوينز وأيضا لدي هنا الني فهذه هي الني وهذا هو الني جوينز نفس المبدء المعتمد في تسمية الهب جوينز وأيضا سيكون لدي البروكسيمل هنا أبروكسيمل تيبيو فيبيولر جوينز تيبيو فيبيولر تيبيو من تيبيا وفيبيولر من فيبيولر فهنا التسمية تسمية هذا المفصل اعتمادا على العظام التي هي انفولد في هذا المفصل فهنا يكون لدي البروكسيمل أي أنه الأقرب فأبروكسيمل تيبيو فيبيولر جوينز وسيكون لدي أيضا ديستل تيبيو فيبيولر جوينز نفس المبدء ولكن هنا سيكون البعيد ديستل تعني البعيد الأنكل جوينز هنا أيضا التسمية اعتمادا على الموقع وليس اعتمادا على الجوينز جوينز اعتمادا على العظام التي تشارك في تكوين عذا الجوينز الأنكل جوينز يشارك في الفبيولر ويشارك فيه التبع على التلس كل هذه العظام تشارك في تكوين الأنكل جوينز ولكن هنا لا نذكر اسماء العظام أو ليست التسمية اعتمادا على العظام ال служب في هذا الجوينز مجرد تسمية المفصل اتت من موقع المفصل نفسه أيضا ننتقل إلى التلة تلة calcineo navicular joint هنا المفصل هو نفسه يذكر الموقع يذكر موقعه ويذكر أيضا العظام التي هي في هذا المفصل فهنا هذا هو التلس تلة من تلس هذا هو التلس و calcineo من calcineus هذا هو الكالcineus وهنا سيكون ال navicular هنا ال navicular bone navicular من navicular bone فهنا سيكون فالمفصل سيكون ما بين هذه العظام الثلاثة فكوى لدي تلو calcineo navicular joint بهذه الطريق أما المفصل الآخر tarsal tarsal metatarsal joints tarsal metatarsal joints هذا هو tarsal tarsal bones وهذا المتتارسس أو المتتارسل bones أو المتتارسل هنا سيكون لدي الجوينت في هذه النقطة طبعا لدي 5 joints 5 tarsal metatarsal joints 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th بهذه الطريقة أيضا سيكون لدي اعتمادا على الموقع هنا واعتمادا أيضا على العظام التي هي involved هنا سيكون لدي المتتارسو متتارسو phalangeal joints هذه هي المتتارسل أو المتتارسلز فمتتارسو من متتارسلز وهنا سيكون لدي الفلانجيز الفلانجيز فتكون phalangeal فهنا سيكون متتارسو phalangeal joint وأخيرا سيكون لدي الانترفلانجيز من اسمها هي ما بين الفلانجيز فهنا في الفيرست ديجيت هنا الفيرست ديجيت أو الفيرست تو أو الجريت تو بمعنى أصح لجريت تو فهنا الفيرست ديجيت سيكون لدي مجرد انترفلانجيز جوينت واحد فقط الذي هو هنا فأسميه فيما تبقى فيكون لدي مثلا هنا سأذكر مثال واحد فقط هنا سيكون لدي تكون التسمية بهذه الطريقة مجرد فكرة سريعة هذه كانت عن الجوينت وأيضا عن أسماء العظام أسماء عظام اللورلم بشكل مختصر في السلايدات القادمة سأذكر الموضوع بشكل تفصيلي أكثر عن كل عظمة وسأذكر أيضا بعض المفاصل ولكن أنا لا أريد هنا الإشارة بشكل عميق إلى المفاصل أنا مجرد أريد ذكر التسمية وسبب التسمية مجرد فكرة بسيطة عنهن إن شاء الله بالمستقبل سيكون لدي ذكر أكثر سيكون لدي تفاصيل أكثر وسنفهم الموضوع بطريقة عمق إن شاء الله الآن قبل الدخول بمراجعة ودراسة الهببون بشكل تفصيلي هنا أريد مجرد الإشارة على الغاية من هذه السلايدات التي تكون عن كل عظمة بشكل منفصل هنا أريد أو لدي غاية الغاية الأولى هي المراجعة مراجعة سريعة أنا وعنما وأيضا أريد فهم أو مجرد فكرة كيف أنا أقول إن هذا الموقع هنا أو هذا المكان هو عبارة عن ما الطريقة التي أعتمدها كي أكون متأكد من هذه النقطة أو كيف أفكر أصلا بهذه الطريقة ولكن قبل أن نقوم بهذا الشيء يجب علينا تحديد موقع أو تحديد هل هذا البون هو right أو left أولا نحن تطرقنا سابقا إلى تحديد هل هذا right أو left فهنا يكون لدينا مثل ما نلاحظ هذا هو الإليم هذا هو البيوبس وهذا هو الإسكين هنا أنا أنظر من lateral view هذه lateral view بسبب وجود الأستابيولم الأستابيولم يكون موجود بالlateral أو external نستطيع أن نقول lateral view أو external view فهنا مثل ما نلاحظ هنا يكون لدي البيوبس في حالة كان في lateral view إذا كان البيوبس على جهة الright فأن هذا right bone أو ممكن نقول أن في حالة إذا كان الإستابيولم أو كنت أنظر إلى العظمة أو إلى البون من جهة lateral من جهة الأكسترنل وكان لدي الاسكيم على left فأن العظم right هذه الطريقة أو ممكن من هذه هذه هي هذه هي إذا كانت على left وأنا كنت أنظر من lateral view فيكون هذا العظم right بهذه الطريقة فمثل ما نلاحظ أن العظم right right hip bone ونستطيع أن نأتمد هذه الطريقة بأي شيء سنتطرق أيضا إلى النظر من الmedial view أو من الانترنال view في السلايد القادم وسنحاول تشخيص عمل identification إذا كان هذا العظم right أو left هنا مثل ما نلاحظ هنا الاليام أنا لدي ثلاث عظام أو الhip bone هذا طبعا سيكون لدي هنا adult أو mature hip bone هنا mature hip bone المature hip bone سيكون fused مثل ما تلاحظون هنا no trace لا يوجد أي أثر على أن هذا مكون من ثلاث عظام ولكن أنا أعرف مسبقا أن هذه العظمة تكونت بالأساس من ثلاث عظام فهنا الاليام هنا سيكون الاسكيام مثل ما نلاحظ هنا الاسكيام وهنا سيكون البيوبس فمثل ما نلاحظ هذه الآن أول identification هنا هنا ما هذا هذا هو posterior 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 superior 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 iliac spine posterior superior iliac spine بهذه الطريقة هنا اثنان سيكون posterior gluteal line سأتطرق لهذا الشيء بعد قليل هذا هو posterior gluteal line وهنا سيكون لدي posterior posterior inferior iliac spine هذه الأمور جدا واضحة لن يكون هناك أي مشكلة في عمل identification بهذه الطريقة هنا posterior inferior iliac spine هنا posterior superior iliac spine بطريقة بسيطة هنا سيكون لدي مثل ما نلاحظ greater sciatic notch هذه هي greater sciatic notch وسيكون هنا مثل ما نلاحظ هو scale spine scale spine هنا كان iliac spine both of them is iliac spines هنا سيكون لدي scale spine أيضا هنا سيكون لدي lesser sciatic notch هنا greater وهنا سيكون lesser sciatic notch هنا مثل ما نلاحظ في هذه النقطة هذه النقطة من الممكن أن تكون confused نوعا ما في هذه النقطة سيسميها body of scheme نحن اتفقنا في المحاضرات التفصيلية مثلا حينما أضع المؤشر هنا وأسأل عن ما هذا بالضبط هنا سأجيب من المفترض أن أجيب أن هذا هو body of alien body of alien لماذا هذا الجواب لماذا لا أقول أن هذا alien فقط أو لماذا لا أقول أن هنا مثلا margin of acetypulum لماذا لا أقول bonny margin of acetypulum لماذا لا أقول هذا شيء السبب هنا أنه حينما أرى أو حينما أرى المؤشر في نقطة معينة هذه النقطة أتصور أن كل هذه الـ structure سنطلق من هذه النقطة فهنا يكون الـ body هذا 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 التركيب هذا أسميه الله هذا أسميه الله of الله أو اللي اللي جمع الله باللاتن تعني الجناح الجناح فهنا فهنا يكون الله الله of اللي أي الأي هنا نكمل فحينما نضع المؤشر هنا في هذه النقطة فهنا سيكون body of scheme أشار أشار إلى أن هذه النقطة ينطلق بدها ما تبقى من العظم ينطلق منها ما تبقى أو ينطلق منها كل هذه structures لهذا العظم فمثل ما نلاحظ هنا مثلا هذا سيكون لدي هذه هي scale tuberosity وهنا سيكون لدي obturator foramen obturator foramen وفيما يخص scale tuberosity هنا سنلاحظ هنا أعتذر الأليك هنا سيكون الأليك crest هنا هذه الأليك crest كل هذه ستكون عبارة عن الأليك crest في الأليك crest طبعا لم يشر لهذه النقاط ولكن هنا لدي هذه الأليك tubercle أو Iliac tuberculum هنا Iliac tubercle أو Iliac tuberculum وهنا سيكون لدي الانترميدية زون وهنا سيكون أيضا ستطرق لهذا الشيء هنا سيكون لدي الأكسترنال لب الأكسترنال لب أو Iliac crest الآن فيما يخص الأنتير gluteal line وأيضا البوستير gluteal line ثم نلاحظ هنا رقم أثنى 12 سيكون الانتيرنال لب أو Iliac كريست وهنا سيكون الأكسترنال لب أو Iliac crest وهنا سيكون الانتيريير سوبرير إليك سباين مثل ما نلاحظ هنا انتيريير سوبرير إليك سباين وهنا سيكون مثل ما نلاحظ في هذه النقطة انفيريير gluteal line هنا الانفيريير gluteal line بهذه الطريقة الآن سأشير إلى gluteal lines ما هي الطريقة التي يعتمدها في تحديد هل هذا انفيريير هل هذا انتيريير هل هذا بوستيريير ما هي الطريقة التي يعتمدها الآن يجب علي أن أفكر بأن كل هذه الـ وكل هذه هي في الحقيقة أما نقاط ارتباط العضلات نقاط ارتباط هنا مثلا في الـ ترتبط عضلة معينة في ترتبط عضلة معينة أيضا في ترتبط عضلة معينة في كل ماركين و يقوم بها العظم فهو أما ترتبط فيها يرتبط في معينة مثل أو أو هناك يمر فمثلا في هناك سنتطرق له إن شاء الله في محاضرات سيكون في محاضرات والمسلز في المحاضرات ابتداء من المحاضر القادمة عن فهنا سيكون هذا هو مكان مكان لمرور نيرف معين لمرور سنلاحظ أن هناك ستمر من هذه فبهذه الطريقة فكل شيء فيه العظم معمول على أساس أما مرور أو ارتباط معين هذه أول نقطة فحينما حينما يكون هذا العظم في human being أو حينما أدرس alive anatomy فألاحظ وجود muscles هنا ترتبط muscles معينين أو أنني حينما أتطرق أو حينما أدرس في جثث جثث حقيقية عن الجسم البشري فألاحظ ارتباط عضلات فيسهل علي تحديد يسهل علي تحديد ما إذا كان هذا هو anterior أو posterior أو inferior gluteal line في حالتي أنا حينما أرى العظم بدون أي بدون أي ارتباط بأي شيء ولا يوجد حتى الكارتلج هنا هنا مثلا في هذه النقطة يكون لدي articular cartilage حتى الارتكولر كارتلج غير موجود هنا بسبب في التحنيط واستخدام طرق معينة وأيضا مجرد تعرض العظم إلى الهواء فترة معينة سيتأثر كل الموجود في هذا العظم ستزال ويبقى فقط حتى من داخل العظم ستموت ببساطة ستموت الأنسجة الحية وسيبقى فقط الأنسجة غير الحية في العظم وهي ببساطة المنيرالس والسولز ستبقى في هذا العظم ففي هذه الحالة كيف أنا أحدد أولا يجب عليك أن تفهم نقطة حينما تدرس أنت الأناتومي أنت كطالب حينما تدرس الأناتومي يجب عليك أن تفكر أنه يجب أن يتكون لديك تصور أنا أنا مسبقا مسبقا لدي معلومة ولدي تصور على أن اللا أو الوينج اللا أو الوينج من الأكسترنال مرتبة بهذه الطريقة هنا انتيريير هنا انفيريير بهذه النقطة هنا انفيريير هذه هي الانفيريير وهذه هي البوستيريير فأنا حينما أنظر إلى هذا الأضم هناك خارطة في ذهني أستطيع أن من خلالها تحديد ما أنا أراه الآن بهذه الطريقة نفس المبدأ الذي تعتمده حينما تنظر أنت إلى الأضلات من خارج الجسم في السيرفس أناتومي أنت يجب أن يكون في تصورك أن العضلات تنطلق من هذه النقطة إلى هذه النقطة يجب أن يكون لديك تصور يجب أن يكون لديك imagination فأنت يجب عليك حينما تدرس العظم حينما تدرس anatomy of any bone يجب عليك أن تتخيل تتخيل كل شيء يتعلق بالعظم من الماركينج والفرميشنز في المستقبل أيضا وهذا مهم جدا التي تمر بالقرب من العظام أو تدخل في العظام أو أيا يكون من هذه الأمور يجب عليك أن تتخيل فحينما تقوم بالتخيل ستكون الأمور لديك جدا سهلة فأنا شخصيا صراحة في أعداد هذه المحاضرة لم أخذ الكثير من الوقت في التفكير من الناحية العلمية من ناحية التسبية من ناحية أني أقوم بمراجعة المحاضرة كي يكون كل شيء لدي واضح صراحة لم أخذ الوقت الكثير كان الوقت أكثره في أعداد المحاضرة أعدادها مجرد الأمور الفنية الأمور العلمية كانت محدودة جدا والسبب أني حفظت هذه الماركينز والفورميشنز مسبقا منذ زمن صراحة فهنا بهذه الطريقة أنا لم أنساه لأنني حينما درسته مع إيماجينيشن أنا متصور ما قد يكون هنا وما قد يكون هنا وحينما أنا أدرس فيكون هناك نسخة عن هذا العظم 3D موجودة في دماغي بهذه الطريقة لن تنسى شيء وسيكون عمل الإيماجيشن شيء سهل لديك نكمل المحاضرة هنا سيكون لدي مثلما نلاحظ هنا anterior inferior اليكسباين مثلما نلاحظ وسيكون لدي أيضا هنا هنا اللونيت هذا هو elunate هذا هو elunate articular surface elunate articular surface elunate articular surface of acetabulum وسيكون هنا l-acetabular fossa هنا هذه l-acetabular fossa acetabular fossa هنا هذه المارجن هذا dominated surface وهنا سيكون هناك margins كما نلاحظ هذه هي margins هنا سيكون هذه هي الفossa وسيكون أخيرا لدي الأسيتابولر نوت هنا أسيتابولر نوت أيضا سيكون هناك البكتن بيوبس أو بكتونال لاين هنا سنتطرق له بشكل تفصيلي أكثر بقليل في السلايد القادم سيكون هناك ميديال فيو فستكون أوضح عندي فهنا البكتن بيوبس وسيكون لدي هنا هذه هي عبارة عن الـTubercle of pubes أو pubic tubercle وسيكون لدي هنا ريمس هنا سيكون الـInferior Remus of pubes هنا سيكون الـBody of pubes هنا سيكون الـInferior Remus of pubes هنا سيكون الـSuperior Remus of pubes وهنا هذا الريموس سنسميه سببوك ريموس هذا كله سيكون سببوك ريموس فهذا سيكون بهذه الطريقة هنا مثل ما قلنا هنا تقريبا سيكون نفس البدء الذي اعتمدنا في تحديد هذه النقطة هي وهذه النقطة هي هذه النقطة تقريبا هذه النقطة هي body of alien بهذه الطريقة الآن سنحدد فيما إذا كان هذا hip bone right أو left هنا أول شيء سأعتمده أنا أنظر الآن يجب علي تحديد هل هو medial أو lateral view هذا structure هذه أسميها iliac tuberosity هذا أسميه arcular surface هنا مثلا هذه الview السيكون لديه واضح سيكون سهل من السهل جدا تحديد هل أنا أنظر lateral view أو medial view في lateral view وجدنا الأستابلوم فتحديد الأستابلوم شيء جدا سهل structure جدا سهل تحديده هنا في هذه الحالة أنا متأكد أنني أنظر من medial view وهذا ليس بالشيء الصعب ولا يجب التطرق لها بشكل عميق أما في حالة هل تحديد هذا right أو left ففي حالة أنا أنظر من medial view وكان الpeubus على left فهنا سيكون لدي هذا العظم هو right أو في حالة إذا كنت أنا أنظر من medial view وسيكون لدي هنا هذا الاسكيم سيكون على right فهنا سيكون لدي right hip bone بهذه الطريقة ممتع البساطة تحديد right أو left لهذا العظم شيء سهل جدا أيضا هذه من الممكن أن تكون هي أبرز علامة في medial view فهنا الاسكيم 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 تكون على right وتكون medial view فيكون لدي right hip bone الثمانة لاحظ right hip bone الآن أيضا تحديد هذا هو الاسكيم هذا الاسكيم القسم الأول هو column هذا 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 التركيب هنا بهذه الطريقة يكون شكل column أي عمود وهنا سيكون شكل الجناح الذي wing أو a lot of ilium هذا الشيء تطرقت له فمجرد تقسيم هذا الشيء هنا سيكون لدي ilium هنا سيكون لدي الاسكيم هنا pubis بالثماء تطرقت في السايد القادر السابق هنا scale spine هذا سيكون لدي scale spine وأيضا سيكون لدي هذه هي scale tuberosity هذه هي scale tuberosity طبعا أن scale tuberosity تكون واضحة أكثر في posterior view posterior view والlateral view بمعنى صح تكون واضحة أكثر في posterior lateral view أو أكثر من medial view ولكن هنا لك شيء من الشيء tuberosity شيء بسيط هنا وهنا سيكون الاليك crest هنا هذه وهذا شيء من الاليك tubercle هذه هي الاليك tubercle أو الاليك tuberculum هنا لم يذكر هذا الشيء ولكن هذه هي الاليك tuberosity هذه هي الاليك tuberosity مثلا ما نلاحظ الـ tuberosity هي شيء أكثر أكبر من الـ tubercle أحيانا الـ tuberosity تكون مجموعة من الـ tubercle بهذه الطريقة فالـ tubercle هو شيء صغير بروز صغير والـ tuberosity هو شيء هنا ستكون لدي هذه هي الـ internal lip internal lip of iliac crest مثلا نلاحظ وهنا ستكون لدي هذه هي anterior superior iliac spine ثم نلاحظ وستكون لدي في هذه الطريقة anterior inferior iliac spine البكتونيل هذه ستكون هنا البكتونيل line أو البكتون بيوبس هذا هو البكتون بيوبس مثلا نلاحظ وهنا سيكون هذه الـ ilio sql أو ilio ilio sql eminence في هذه الطريقة هنا البكتونيل تيوبركل مثلا نلاحظ هذا البروز هو عبارة عن pubic tubercle أو tubercle of pubic هنا بهذه النقطة نقطة بارزة ليس من الصعب تحديدها أبدا هنا سيكون لدي iliac fossa أو fossa of elium في هذه النقطة هنا في هذا المكان كله سنسميه iliac fossa وهنا سترتبط عضلة ستشغل كل هذه المنطقة عضلة معينة سنتطرخ لها في المستقبل هنا هذا سيكون الarcode line وهنا مثلا ما نلاحظ تكون ilio pubic اعتذر ilio pubic eminence أنا قلت اسكيل ilio pubic eminence هذه هي ilio pubic eminence هذه ilio pubic eminence فهنا سيكون لدي هذا البكتن pubis هذا هو البكتن pubis أو البكتن line وهنا سيكون ilio pubic eminence وهنا سيكون لدي الarcode line فهذه ستكون على خط واحد على وطيرة واحدة وصولا الى arcular هذه هي arcular articular surface فهذا سيكون في هذه النقطة سيكون simphysial surface simphysial articular surface of pubis في هذه النقطة سيرتبط ال pubis مع هذا الright pubis سيرتبط مع left pubis سيرتبط مع left hip bone في هذه النقطة في simphysial articular surface هنا مثل ما قلت هذا سيكون arcular articular surface هنا arcular التسمية اتت من صيوان الاذن هذا نسميه arcular فهنا نفس التسمية لانه تقريبا شكل الاذن فهنا articular articular surface هنا ايضا لدي obturator groove هنا هذا هو obturator groove obturator groove هو عبارة عن groove مثل ما نلاحظ في هذه الطريقة يكون موجود بهذه النقطة حينما تغطي هنا لدي شيء اسمه obturator line obturator membrane obturator membrane سيغطي obturator frame وهنا obturator groove سيتحول الى obturator canal obturator canal سنترق لهذا الشيء بالمستقبل حين ذكر حينما نتطرق له soft tissues فنتطرق لهذه النقطة الآن ننتقل الى صورة اخرى ايضا ستوضح الhip bone وال femur proximal end of the femur انا شخصيا احببت هذه الصورة بسبب انها تضع تعمل articulation نعم هنا لا يوجد اي شيء لا يوجد ligaments ولا يوجد اي شيء ولكن انا اريد ان اتصور العظام مع بعضها اريد ان اتصور الhip bone في اي نقطة بالضبط يتصل مع الفيبر وايضا اريد ان اتصور شكل الhip bone وهو في anatomical position وهو في الجسم اريد ان اتصور هذا الشيء نعم انا الصور التي اردتها قبل قليل ايضا كانت في anatomical position ولكن هذا يوضح الامور اكثر يجعلني اتصور اتصور بشكل جيد اكثر انه كيف تترتب العظام مع بعضها على البعض في الجسم البشر هذا شيء مهم الامجينيشن شيء جدا مهم الفيجولايزيشن شيء جدا مهم في الاناتومي لا تهمل هذه النقطة ابدا بمجرد ان تتقن الامجينيشن والفيجولايزيشن في الاناتومي ستكون الامور سهلة جدا وستلاحظ ان الوقت سيكون مختصر جدا في الاناتومي هنا سيكون لدي مثل ما نلاحظ هذه هي تطرقنا على هذا الشيء قبل قليل هنا مثل ما نلاحظ هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو سيكون هنا السكرا فهذا هو الجوينت أيضا سيكون لدي هنا في هذه النقطة انتيريير انتيريير سوبرير اليك أما ما يخص باللينيا تيرمينالس فمثل ما نلاحظ هذه الصور كانت في محاضرة سابقة هذا هو اللينيا تيرمينالس اللينيا تيرمينالس هو عبارة عن مجموعة من الخطوط مثل ما نلاحظ هذا الخط الأحمر والأزرق والبنفسجي الأحمر هو يمثل الاركوت لين اللي تطرقنا له يكون بهذه الطريقة وهنا يكون لدي البكتن بيوبس هنا يكون البكتن بيوبس وأيضا يكون لدي هنا البيوبك كرست هنا بيوبك كرست ليست واضحة بشكل لأنها مخصوصة في الصورة ولكن الغاية الأساسية من هذه الصورة فقط استذكار ماذا يعني لينيا تيرمينالس هذه المعلومة ليست بالمعلومة المهمة جدا لأننا سنطرق لها في محاضرات البالبس ولكن لمجرد الإشارة حينما يكون إشارة هنا هذا لأنه منتشر مثلا نلاحظ لم يؤشر على نقطة معينة فهو يقصد أن هذا الرينج كله يريد عمل لها فالعبارة الصحيحة له أو الأقرب له حينما أرى أنا تأشير بهذه الطريقة سيكون لدي لينيا تيرمينالس الآن يوجد تفاصيل بالموضوع أكثر تفاصيل إلى حد ما لم نتطرق لها بالكامل ولكن مجرد أخذ فكرة هنا سيكون إكمالها في محاضرات البالبس الآن نكمل الإليا pubic imminence هذه هنا ستكون لدي الإليا هذه تقريبا هذه من هنا ومن هنا أيضا هذه الإليا pubic imminence ويكون هذه ستكون البوني margins of the acetabulum وأيضا سيكون لدي هذا هو الhead of femur مثلا نلاحظ هذا هو الhead of femur الhead of femur مثلا نعرف يجب أن يغطى ب articular cartilage ولكن هنا لأن العظم خضى على عمليات تحنيط وعمليات يضع عليه الشمع وإزالة للsoft tissue وإلى آخره فلم يتبقى هناك soft tissue ولم يتبقى أي cartilage أي articular cartilage هذه هي وهذه وهذه ستكون neck of femur ثم نلاحظ وهنا الenter trochanteric line هذا هو الenter trochanteric line هذه lesser trochanter وهذه greater trochanter فالline الذي يكون ما بينهن يكون هو الenter trochanteric line shift of the femur مثلا نلاحظ هذا هو بداية shift of the femur وأيضا سيكون لدي pubic tubercle هذه هي pubic tubercle مثلا نلاحظ لديها منظر مميز فهذه هي pubic tubercle وأيضا obturator foramen تطرقنا لهذا الشيء وهنا سيكون لدي remus of scheme ذكرت هذا الشيء في السلايد السابق هذا هو scheme remus أو remus of scheme وأخيرا سيكون لدي lesser trochanter lesser trochanter of the femur ننتقل لل slide الذي بعده مثلا نلاحظ الآن مثلا نلاحظ بشكل سريع هنا سيكون لدي هذه ال iliac crest هذه كلها تمثل iliac crest هذه النقطة مثلا نلاحظ هنا هذه تكون iliac tubercle هنا ستكون لدي هنا تقريبا iliac tuberosity iliac tuberosity تختلف عن iliac tubercle وال iliac tuberosity تكون موجه أكثر شيء medially ولا ألاحظها من posterior وليس أيضا من lateral ولكن موقعها يكون تقريبا بهذه الصيغة هنا أيضا bony bony margin of estopulum وسيكون لدي أيضا هنا head of femur وهنا سيكون لدي greater trochanter الثمان نلاحظ هنا greater trochanter وأيضا سيكون لدي هنا neck of the femur هذه greater trochanter هذا head of the femur وأيضا سيكون هنا shift of the femur وسيكون لدي هذه lesser trochanter هنا سيكون لدي inter trochanteric crest enter هذه هي enter trochanteric crest لدي من الأمام anterior enter trochanteric line posterior enter trochanteric crest أيضا سيكون لدي greater sciatic notch هذه greater sciatic notch تظهر من posterior view بهذه الطريقة هذه greater sciatic notch وهنا سيكون لدي هذا هو scale spine scale spine هنا وأيضا سيكون لدي في هذه النقطة هذه هي pubic symphysis pubic symphysis وهي نقطة التقاء ال right hip bone مع left hip bone هنا سيكون لدي الثمان نلاحظ هذا هو pubis هذا جزء من السوبرير هذا جزء من السوبرير ramus superior ramus of the pubis وهنا جزء من inferior ramus of the pubis هنا سيكون لدي greater scale tuberosity هنا scale tuberosity وأخيرا هنا intertruck intertruck crest ذكرتها بالأخير أيضا هنا سيكون لدي الفيمر هنا سيذكر الفيمر بالكامل السايدات التي كانت قبل هذه أو الصور التي كانت قبل هذه كانت للproximal فقط هنا في هذا السايد سيكون لدي الفيمر عظمة الفيمر بالكامل هنا مثلا نلاحظ هذه interior view للright femur وكل هن right femur ولكن هذه ستكون medial view وهذه ستكون posterior view مثلا نلاحظ greater trachenter هذه greater trachenter هذه هنا وأيضا هنا سيكون لدي greater trachenter وأيضا هنا greater trachenter سيكون لدي أيضا هنا inter trachenter line interiorly وأيضا سيكون لدي مثلا ما نلاحظ هذا هو shift of the femur وهنا سيكون لدي في هذه النقاط تقريبا سيكون nutrient فورمين فورمين جمع هنا فورمين مفرد وفورمين جمع هنا الجمع يعني أن المحتمل أن يكون في الفيمر أكثر من نوتري فورمين بالغالب يكون لديه نوتري فورمين واحدة إذا كانت جمع فستكون nutrient فورمين بهذه الطريقة هنا تكون مثلا نلاحظ interiorly هنا وهنا في الفيمر ممكن أن نلاقي اثنان ولكن في أغلب long bone تكون واحدة فقط ويوجد variation في المكان يوجد variation ليس ثابتة أن تكون interiorly وليس ثابتة أن تكون posteriorly ولكن أيضا هناك أشياء عامة هناك الكمن تكون بنقطة معينة هناك أحيانا تكون بنقاط غريبة أو عن ما ولكن بشكل عام هذه تكون أكيد مأخوذة المست كمن هنا أيضا سيكون لدي shift of the femur هنا هذا shift of the femur ويكون لدي lateral apicondyle هذه ستكون هنا lateral هذه فقط lateral apicondyle هذه فقط lateral apicondyle هذه كلها lateral condyle هذه lateral condyle وهذه فقط lateral apicondyle هنا سيكون لدي battler surface battler surface هو عبارة articular surface ومثلا نلاحظ هذه الطريقة فقط لو نلاحظ أن هذا السيرفيس يكون smooth فهنا فقط سيكون لدي articular surface والذي هو battler surface مثلا نلاحظ أيضا هنا هذا هو أيضا سيكون لدي head of the femur هذا هو head of the femur ويكون لدي fovea of the head fovea of the head وهو يكون عبارة عن فصة شيء صغير ليست فصة بمعنى فصة ولكن تكون عبارة عن مثل الحفرة الصغيرة تكون في مقدمة رأس الفيمر يكون هناك ligament خاص يرتبط فيها وأيضا يمر فيها سنلاحظ structures التي تمر فيها في المستقبل ولكن mainly يكون عبارة عن ligament فهنا fovea of the head of the femur or fovea of the femoral head هذه أيضا صيغة أخرى لصيغة نفس الكلمة هنا سيكون لدي neck of the femur مثل ما نلاحظ هنا سيكون greater هذه lesser truchanter وهنا سيكون لدي مثل ما نلاحظ مثل ما نلاحظ رقم 12 هذا سيكون البكتونيل line هنا البكتونيل line أيضا نفس التسمية سيكون نفس التسمية في البكتونيل ولكن بسبب وجود أن هنا بكتونيل line هناك يكون بالعادة يفضلون استخدام بكتون بيوبس بكتون بيوبس الإشارة إلى المكان بشكل دقيق أكثر ولكن أيضا هناك ممكن أن يسموه بكتونيل line وهنا أيضا بكتونيل line بهذه الطرقوهم مثل ما نلاحظ من بعد للسر أكثر أيضا سيكون لدي line أسبر مثلا نلاحظ هذا هو line أسبر هذا بالكامل سيكون عبارة عن line أسبر هذا هو line أسبر وأيضا سيكون لدي public surface هذا هو public surface وسيكون لدي lateral condyle بالكامل مثلا ما قد lateral condyle هذه lateral أعتذر هذه medial هناك lateral condyle وهنا أيضا سيكون لدي lateral condyle أيضا سيكون لدي medial condyle مثلما لدي lateral يكون lateral condyle وأيضا lateral epicyndyle هذه هنا lateral epicyndyle فهذه fedial condyle وهذه medial epicyndyle أيضا مثلا نحظ هذي medyle và هذه medyle أيضا سيكون لديه الانتر تروكنتر كريست ستكون في الى هذه انتر تروكنتر كريست هذه انتر تروكنتر كريست في الى اسبكت او الى سيكون لديه في هذه النقطة مثل ما نلاحظ هذه تسمى وايضا بعض المصادر منها هذا المصدر المأخذ منه هذه الصور يسموه ثارد تروكنتر ثارد تروكنتر باعتبار ان لديه هنا كريتر تروكنتر وهنا لسر وهنا سيكون لديه الثارد تروكنتر ولكن مور يسميها غلوتيال تروكنتر الارتباط لغلوتيال مصدر سنلاحظ هذا الشيء ان شاء الله بالمستقبل اي من المصدر ترتبط هنا سيكون الانسرشن لها هنا فهذه هي الغلوتيال تروكنتر او الثارد تروكنتر ايضا هنا يكون لديه هذه النقطة تسمى قوادريت تيوبركل هنا قوادريت تيوبركل تكون جسء من الانتر ترك انتر ترك كريست بهذه الطريقة ولكن لم يذكرها المصدر هنا لا علم لماذا ايضا سيكون لديه هنا سيكون هناك ميديال لب للينيا اسبرا ويكون لديه لاترال ميديال ولاترال لب اوف لينيا اسبرا ايضا هنا سيكون لاترال لب اوف لينيا اسبرا لب تعني شفة سيكون لديه هناك بثة ما لاحظنا ايضا في الاليك كريست يكون لديه انترنال واكسترنال لب ايضا يكون لديه الانتر ترك انتر او الانتر كوندايلر فصة هذه هي الانتر كوندايلر فصة هنا في هذه النقطة سيدخل الجزء من التبية نسميه انتر كوندايلر اميننس ستدخل في هذه النقطة لهذا السبب ايضا اسميناها هذه انتر ترك انتر كوندايلر فصة لنفس السبب فهنا انتر كوندايلر فصة ما بين الفصة او الفصة او الفمار وهناك ما بين الفصة او الفتي بها بهذه الطريقة الان ننتقل لعظام الساق وذكر تفاصيل عظام الساق هنا لو لاحظتم أن اعتمدي في عمل الـ Identification طبعا هنا الـ Identification كلها مرتبة وأنا مجرد أقرأ لو عن ما ولكن فعليا أنا لا أستطيع مجرد أن أقرأ وأعمل Explanation يجب أن يكون هناك معرفة فهذه المعرفة تتكون مثل ما قلت بالـ Visualization وأيضا تتكون من الممارسة ليست فقط الـ Visualization يجب أن يكون هناك ممارسة للمعلومات التي تأخذها والممارسة يعني بها المراجعة يجب أن يكون هناك مراجعة وبالبداية في بادئ الأمر أي علم تدرسها أي مادة تدرسها في بادئ الأمر يكون نوعا ما متعب بإدخال المعلومات وأحيانا نحتاج إلى قناعة في المعلومات أنا شخصيا أحيانا لا أستطيع أن أقتنع بمعلومة معينة لذا أخذ وقت للاقتناع بالمعلومة فحين تخطي كل هذه الأمور وتصل إلى نقطة أنك اقتنات بالمعلومات التي لديك وأيضا عملت ممارسة لهن بطريقة المراجعة فسيكون من السهل جدا عمل Identification وأنا شخصيا أعتقد أن العظام من أسهل الأمور التي أستطيع أن أعمل لها Identification بشكل إلى حد ما سهل وسلس هذا رأيي شخصي نكمل المحاضرة الآن أول شيء في الproximal هنا الproximal end of the tibia لا يوجد لدي أحد في الproximal end of the أو proximal extremity of the tibia هناك lateral و medial condyle of the tibia هنا سيكون لديه lateral هنا سيكون لديه lateral طبعا نحن نعرف أن التبية تكون بالmedial aspect و الفيبيولة تكون بالlateral aspect فهنا مثل ما نلاحظ هذا هو هذا هو lateral condyle هذا هو lateral condyle of the tibia وسيكون لديه position of tibia fibular joint هذا هو position of the proximal tibia fibular joint أيضا سيكون لديه head of the fibula هذا هو head of the fibula التبية ليس له head ولكن الفيبيولة لديه head أيضا سيكون لديه interosseous border هذا هو interosseous border أعتذر هذا interosseous border للتبية وهنا للفيبيولة فهذا للتبية وهذا للفيبيولة سيكون لديه shaft of the fibula مثلا مناحظ هذا هو هذا هو بالكامل وأيضا الشفت of the tibia أيضا بالكامل interosseous border of the fibula هذا هو interosseous border of the fibula والlateral surface of the fibula سيكون هنا هذا هو lateral surface of the fibula فالlateral surface of the fibula يبدأ من بعد interosseous border بهذه الطريقة ويكون لديه lateral surface of the fibula أنا تطرقت لعمل لعمل identification لكل surfaces of the tibia and fibula في المحاضرة الأساسية المحاضرة التفصيلية يجب أن تحضر المحاضرة لكي تعلم بالضبط أين هو lateral وأين هو medial surface أين هو borders أيضا من المهم جدا هنا سيكون لديه هنا position of the tibia fibular joint هنا position of the tibia fibular joint وأيضا سيكون لديه هنا lateral malleus lateral malleus يصنعها التبية أعتذر الفيبيولة الفيبيولة هو من يصنع lateral malleus أما التبية فيصنع medial malleus هنا سيكون لديه مثل ما نلاحظ هنا medial هنا ستكون medial medial condyle of the tibia medial condyle of the tibia وهنا سيكون لديه tibial tuberosity tibial tuberosity أو tuberosity of the tibia وهنا shift of the tibia وهنا أيضا سيكون لديه anterior margin of the tibia أو anterior border هنا هذا هو anterior border أو anterior margin of the tibia ويكون هنا هنا يكون subcutaneous هنا anterior border أو anterior margin يكون subcutaneous أيضا سيكون لديه medial malleus مثل ما قلت وسيكون لديه inferior articular surface of the tibia هنا هذا الشيء الذي يكون نوعا ما مستطيل ويستقبل التلس هنا يكون مكان ارتباط التلس مع leg bones فهذا سيكون عبارة عن inferior articular surface of the tibia أيضا هنا سيكون intercondylar imminence هذه هي intercondylar imminence intercondylar imminence of the tibia وهناك في الفيمر كان لديه هذه ستدخل في intercondylar fossa of the femur أيضا سيكون لديه soleal line هذا هو soleal line هنا يكون soleal line هنا مكان ارتباط soleal muscles سنتعرف لها عليها في المحاضرات القادمة عن المسلز فهنا هذا soleal line تكتبط فيه عضلة soleal muscles أيضا سيكون لديه medial border of the tibia هذا هو medial border of the tibia وهنا سيكون posterior surface of the tibia أيضا سيكون لديه هنا mellular sulcus of the tibia هنا هذه المعلومة هناك بعض التفاصيل أنا شخصيا لم أذكرها في محاضرات البونز والسبب من ذلك أن مثلا في هذه mellular sulcus of the tibia سيمر من هنا ligament معين أو tendon معين حينما أذكر tendon سأذكر هنا ال formations الذي يكون العظم كي يكون الموضوع مكتمل أكثر لا استطيع أن أقول هنا مثلا هذه mellular sulcus of the tibia ولا أذكر ما هو structures الذي يمر فيها بهذه الطريقة لن تكون واضحة وسيكون هناك بعض التفاصيل غير واضحة وأنا أيضا بشكل أساسي أنا أعتمد على المصدر في ذكر التفاصيل فلا أذكر تفاصيل زائدة عن الحاجة ولا أذكر تفاصيل أقل من الحاجة فأعتمد على ترتيب المصدر كي يكون الترتيب متناسق مع المصدر فالطلاب التي تتابع مع المصدر سيكون لديها الطلاق أوسع وسيكون لديها أيضا تنظيم فيكون هناك تناسق ما بين المحاضرات على اليوتيوب والمصدر نفسه سيكون لدي أيضاً هذه هي نوعاً ما تكون أشبه بالنوت هنا أشبه بالنوت هذه أيضاً تستخدم لتحديد هل كان الفيبيولا رايت أو ليفت بطريقة معينة لا أستطيع صراحة أن أشرح هذه الطريقة أحتاج إلى عظمة حقيقية لكي أقوم بشرح عليها لا أستطيع من خلال الصور فقط أيضاً سيكون لدي هنا هذا هو وسيكون لدي وهذا هو وهذا سيكون لدي أيضاً مثل ما نلاحظ مثل ما نلاحظ posterior border of the fibula أيضاً لدي في هذه الصورة مثل ما نلاحظ هذه الصورة أعتذر هذه الصورة مجرد أريد أن أذكر فيها مثل ما نلاحظ لهذه الأمور هذه الأمور أنا شرحتها في محاضرة سابقة بشكل تفصيلي لن أشرحها هنا ولكن مجرد وضعتها للتذكير فقط فهنا هذه الصورة تشرح بشكل جيد جداً السيرفيسيز والبوردرز والفibula يكون على lateral aspect من التبية لذا فهذا تأكيد أكثر على أن هذا هو lateral tibial condyle أو نسميه lateral هذا ما نسميه بالtibial plateau وهذا سيكون lateral articular surface of tibial plateau أيضاً سيكون لدي الهد هذا هو الهد of the fibula مثل ما نلاحظ وأيضاً سيكون لدي medial medial condyle of the tibia أو medial tibial condyle أو medial articular surface of tibial plateau tibial plateau أيضاً سيكون لدي مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن tibial 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 وهنا سيكون لدي intercondyler هنا intercondyler imminence هذه هي intercondyler هذه intercondyler وهذه intercondyler imminence بشكل خاص أيضاً سيكون لدي medial هذه هي هذه أعتذر هذه هنا ستكون عبارة عن medial هذه هي medial intercondyler tubercle هذه هي medial intercondyler tubercle l-intercondyler imminence intercondyler imminence inter tibial أو tibial intercondyler imminence تحتوي على two tubercles medial و lateral مشكل بسيط هذه هي lateral وأيضاً سيكون هنا لدي anterior intercondyler area وهنا سيكون posterior intercondyler area هذا ما نسميه أو ما نسميه بمعنى أصح كما قلت في tibial plateau tibial هذه هي محتويات tibial plateau الآن ننتقل إلى هذه الصورة هذه سيكون عبارة عن knee هذه هي knee joint ومثل ما نلاحظ هذا هو الفيمر سيكون لدي هذه هي الباطلة هذا هو الباطلة هذه عبارة عن lateral view هذه interior view وهذه posterior view هذا باطلة surface هو عبارة عن articular surface للباطلة أيضاً سيكون لدي lateral epicondyle of the femur هذه هي lateral epicondyle of the femur وهذه lateral condyle of the femur epicondyle هذه epicondyle وهذه condyle بشكل عام أيضاً سيكون لدي intercondyler imminence هذه intercondyler imminence للتبية وأيضاً سيكون لدي lateral condyle of the هذه lateral condyle of the tibia هذه للفيمر وهذه للتبية أيضاً سيكون لدي position of tibia هذا هو عبارة عن tibia fibular joint proximal tibia fibular joint وأيضاً سيكون لدي head of the fibula سيكون لدي هنا مثلاً نلاحظ هذه عبارة عن tuberosity of the tibia tibial tuberosity وأيضاً سيكون لدي هنا shaft of the fibula أو بمعنى آخر fibula هذا هو fibula وهذا هو الشفت هذا هي proximal proximal part من الشفت أو بمعنى أو بمعنى أيضاً هنا سيكون لدي shaft of the tibia وسيكون لدي من الثمان نلاحظ هذه عبارة هذا هو عبارة عن البابلتيال surface هذا هو عبارة عن البابلتيال surface البابلتيال surface ليس articular surface لا يوجد هنا لا يوجد articulation هنا مجرد هذه هي البابلتيال هنا البابلتيال فصة سنطرق لها إن شاء الله بالمستقبل فلهذا السبب سمي هذا الجزء من الفيمر بابلتيال surface أو بابلتيال surface of the femur أيضاً ستكون هنا مثلاً نلاحظ هذه عبارة عن الانتر كوندايلر انتر كوندايلر فصة of the femur وستدخل فيها مثلاً نلاحظ هنا الانتر كوندايلر imminence of the tibia هنا سيكون لدي lateral كوندايل of the femur وهنا سيكون مثلاً نلاحظ هنا هنا سيكون لدي البتلة هذه هي البتلة مثلاً ما قلت سابقاً الآن البتلة أنا تطرقت في محاضرة مفصلة عن أضمة البتلة وشرحت بعض تفاصيلها ليست كل التفاصيل مطلوبة مجرد أن أعرف نقاط بسيطة هي تكفي جداً هناك إن شاء الله بالمستقبل سيكون هناك ذكر لتفاصيل إلى حد ما تخص الجوينت فقط لن يذكر هناك تفاصيل عن أنزاء البتلة وتحديد ما هي الريت وما هي الليفت هذه التفاصيل متروكة إلى الـ أدفانست أناتومي متروكة إلى السيرجيكال أناتومي متروكة إلى السيرجيكال بمعنى أصح فلن يكون أولاك ذكر كثير للتفاصيل فهنا مثل ما نلاحظ هذه الريت باتلة باتلة هذه باتلة هذه قائدة الباتلة باتلة سيكون عبارة أشبه بمثلث مقلوب فسيكون هنا القاعدة وهنا ستكون الأبكس هذه هي القاعدة هنا سيكون الانتيريير سيرفس كيف أحدد الانتيريير سيرفس من البوستيريير سيرفس هناك علامتين العلامة الأولى والأهم أن الانتيريير سيرفس يكون رف يكون خشن فهنا مثلا نلاحظ هذا هو عبارة على الانتيريير سيرفس باعتبار أنه خشن رف أيضا سيكون لدي مثلا نلاحظ هنا الأبكس أوف تا باتلة وأخيرا سيكون لدي هنا البوستيريير هنا مثل ما نلاحظ هنا هذا هو وهذا هو وسيكون لدي مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن موجود في منتصف أو هذه فقط ما نحتاج معرفتهم ننتقل الآن إلى الفوت وهو آخر جزء من هذه المحاضرة سيكون مخصص للفوت هنا ستكفي لا نحتاج إلى ذكر فحينما نقول خلاص أنه أصبح معروفا أنني أقصد هذه النقطة غير مطلوب أنني غير مطلوب أن أفهم أن هناك ولكن مجرد إضافة بسيطة من هذا المصدر وهي لطيفة في مقدمة كل في مقدمة كل سيكون لدي أو بمعنى صح سيكون لدي في مقدمة كل الآن الآن شخصيا لا أعتقد أنه مطلوب حفظها أو مطلوب الاهتمام بهذه البعلومة بشكل كبير مجرد معلومة أن أردت أحفظها وأن أردت لا تحفظها مجرد ضعف في بالك أن هناك سيكون جدا كافي مثلا ما نلاحظ هذا فرست متترسل بون فرست متترسل بون هذا هو الهد فرست متترسل بون هنا هد متترسل بون يجب أن نكون مع هذه الطريقة بالتسمية اعتمادا على على أو مثلا ما نلاحظ في هذه هذا هو الفرست بينما حينما هنا التسمية تكون من الميديل إلى اللاترال فالفرست سيكون بالميديل والفت سيكون في اللاترال بينما حين الانتقال إلى الهان فيكون طريقة مختلفة فالثومب يكون في الفيرس وهو الشياء واللاترال سيكون هو الفت وهو ميديل فيكون هنا من اللاترال إلى الميديل هنا من الميديل إلى اللاترال هذه فقط المفارقة فهذا فيرست متترسل مثل ما قلت وسيكون لدي base of first metatarsal هذا هو الbase فكل metatarsal bound سيكون لدي head و shift و base وأيضا هنا سيكون لدي head و shift و base وهنا في الhead يحتوي على tuberosity هذه فقط هذه معلومات ليست بالجديدة ولكن مجرد طريقة طرحها اليوم ممكن أن تكون مختلفة قليلا وأيضا لأنها على صور حقيقية فم يجب أن يكون هناك يجب أن يكون للطالب الطلاع على الصور الحقيقية نحن غير مطالبين أو لا نحتاج بمعنى الصح لا نحتاج إلى الصور الانيميتد مثلا او الصور التي تكون مبنية على الواقع ولكن هي بالحقيقة ليست واقعية نحن بالحقيقة نحتاج إلى الصور الواقعية أنا لن أتعامل مع الصور أو في المستقبل لن أتعامل مع أشياء مستوعة أنا لن أذب لأطبق الأنتومي الذي أملكه على أفلام الكارتون أبداً أنا سأطبقه على أشخاص حقيقيين فلهذا السبب أحتاج أنا إلى نظر إلى صور حقيقية سواء كان بالبونز ولا في المسلز ولا في النيوروفسكيلر ستركترز التي تم التعامل معها في الأبر لمسبقاً سأتمد من الأنفذ صاعداً أنا اعتمدت هذا الشيء أساساً ولكن أريد أن أكثر منه في المستقبل سأكثر منه سواء كان في الأبر ولا اللور لم أيضاً سيكون هنا مثلاً ما نلاحظ هذا هو المedial cuneiform bone وهنا سيكون لديه ال-intermediate cuneiform bone وهنا سيكون هنا ال-navicular هنا position of هنا هذا أكرر هذا أو أكمل هذا سيكون lateral cuneiform bone هنا هذا هو هذا عبارة عن joint هذا هنا عبارة عن joint الجوينت هذا يسمى cuneiform navicular joint cuneiform navicular هنا cuneiform navicular joint cuneiform navicular joint أخذ التسمية من العظام التي هي involved في هذا الجوينت جوينت أيضاً سيكون لديه هذا هو ال-navicular bone هذا هو ال-navicular bone وهنا سيكون لديه ال-head of tellus هنا هذا هو ال-head of the tellus وهنا سيكون لديه ال-position of tellus calcineo navicular joint هذا هو ال-navicular وهذا هو التلس وهذا هو ال-calcineo ال-calcineo من الأسفل inferiorly سيكون لديه involvement مع هذا ال-joint فهنا بالتحديد سيكون لديه ال-tellus calcineo navicular joint وسنتطرق بشكل تفصيل أكثر في المستقبل هنا سيكون لديه ال-head of the tellus في هذه النقطة سيكون ال-head of the tellus وهنا سيكون ال-neck of the tellus هذه هي ال-neck of the tellus وهنا سيكون trickelia of the tellus هنا جزء من الترقلية هي عبارة عن superior surface of the teller body أيضاً هنا سيكون لديه مثلاً ما نلاحظ هنا ال-posterior هذه هي ال-posterior process posterior process سيكون ال-posterior process سيكون لديها two tubercles وسيكون لديها a groove وهذا الشيء تطرقنا له مسبقاً لكن أنا سأكتفي بذكر فقط أنها posterior teller process أيضاً سيكون لديه مثلاً مناحظ هذه هي عبارة عن distal phalanx هنا مثلاً هذه هي third distal phalanx third distal phalanx حينما أقول third distal phalanx أصبح مفهوم عند الشخص المقابل المفروض يكون مفهوم أنني أقصد distal phalanx distal phalanx of the third digit of the third digit بهذه الطريقة هنا سيكون لديه هنا middle phalanx فمثلاً هنا سيكون لديه fourth middle phalanx fourth middle phalanx وأيضاً سيكون لديه هذه هي هذه المفاصل هنا هذه نسميها l-interphalangeal joint ومثلاً هنا سيكون لديه first interphalangeal joint هنا سيكون لديه second distal interphalangeal joint هنا مثلاً هنا سيكون لديه fifth proximal interphalangeal joint بهذه الطريقة هذه التسمية مجرد تصور الموضوع مجرد تفكير في بعض الشيء لن يكون هنا لديك أي confusion أي ارتباك أي التباس في تسمية أي joint من هذه أيضاً proximal joint تطرقت له أو proximal phalanx أعتذر proximal phalanx سيكون هذا هو عبارة عن proximal phalanx فكل كل digit سيملك distal middle and proximal phalanx هذا مثلاً سيكون هنا مثلاً أو هنا سيكون second second proximal phalanx بعض الطريقة هنا المتترسو phalangeal joint هذه هي المتترسو phalangeal joint أيضاً بنفس الطريقة هنا first second third fourth fifth metatarsal phalangeal joint metatarsal bones هذه هي المتترسو هذا الشيء أصبح والح جداً position of tarsal هذه هي عبارة عن tarsal metatarsal tarsal metatarsal joints وهنا مثلاً tarsal tarsal metatarsal joint لماذا tarsal قبل metatarsal tarsal لأنها proximal هنا هذا tarsal tarsal bones أو tarsus يكون proximal بالنسبة إلى metatarsal سيكون التسمية من el-proximal إلى distal فهنا سيكون لدي tarsal metatarsal joints هذا second هذا fifth على سبيل المثال أيضاً سيكون لدي lateral cuneiform هذا شيء ذكرته أنا lateral cuneiform bone هنا tuberosity of the fifth metatarsal bone tuberosity of the fifth metatarsal bone ستكون في base of the fifth metatarsal bone وهذا يرضى لل avulgen هذا الشيء تطرقنا عليه في محضرتك clinical correlation بشكل كبير هنا cuboid bone مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن cuboid bone هذا هو cuboid bone وأيضاً سيكون لدي مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن calcineo cuboid bone joint calcineo cuboid joint calcineo من calcineus cuboid من cuboid bone فيكون joint بالنهاية فهذا هو calcineus أصبح مفهوم هذا هو calcineus وسيكون لدي lateral ماليولار ماليولار سيفس هذا هو الجزء في هذا الجزء سيرتبط أو سيعمل اللاترال ماليولاس الذي هو جزء من الفيبيولا سيعمل مع التلس فهذا هو اللاترال ماليولار سيفس تلس لعمل مع اللاترال ماليولاس أو فيبيولا أيضا سيكون هناك البرونيال تروكليا أو تلس في هذه النقطة مثل ما نلاحظ هذه هنا أعتذر أو كالكينيس هذه هي هنا سيكون هناك تروكليا مثل ما نلاحظ هذه هنا التروكليا هذه هي التروكليا هنا أتت تسمية التروكليا هذه من العضلة من العضلة التي تقوم أيضا يسمونها الفيبيولار التروكليا وبرونيال برونيال برونيال التروكليا لأن العضلة نفسها لها تسميتين هاك تسمية قديمة هناك تسمية حديثة هذا الشيء سنتطرق له بالمستقبل حين دراسة اللاج مصص سنتطرق له هذا الشيء وسنعيد ذكر هذه التروكليا وكيف ستترك التندنز على هذه التروكليا أيضا سيكون لدي الكالكينيال تيوبروسيتي هذا هو جزء من الكالكينيال تيوبروسيتي وتطرقنا نحن إلى الكالكينيال تيوبروسيتي وفيها بعض التفاصيل أيضا تطرقنا له وهي مطلوبة في كثير من الجامعات مطلوبة ومهمة أيضا الآن ننتقل إلى الانفيرير تلك كانت سوبرير وهذه ستكون انفيرير ايضا نفس الحالة سيكون لدي هنا تيوبروسيتي ايضا كل سيكون لديه خاصة فيه مثل ما نلاحظ هنا ويكون لدي هذا هذا عبارة عن وأيضا سيكون هنا هذا هو عبارة عن وهنا 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 الانترميديات وهنا اللاترال وأيضا هنا الانترميديات ومثل ما قلت هنا سيكون اللاترال هنا اللاترال هنا هذا المفصل مثل ما نلاحظ هو المفصل الذي يكون ما بين النافيكولر وما بين الكنيو فسنسميه كيونيا كيونيو نافيكولر جوينت مثل ما تطرق قبل قليل ولكن هذا inferior view أيضا سيكون لديه مثل ما نلاحظ هذا هو النافيكولر وهذا سيكون مثل ما نلاحظ هذا جزء من التلس وأيضا سيكون لديه هنا هذا التلس مثل ما نلاحظ هذا وهنا سيكون الجوينت الذي يربط ما بين النافيكولر والكالكينيال والنافيكولر والكالكينيال وأيضا مثل ما نلاحظ التلس فسنسميه مثل ما قلت هذه ثالث مرة أعيده سيكون تل كالكينيال نافيكولر جوينت أيضا هنا مثل ما نلاحظ هنا الدستل فلانكس ننتقل إلى الأخرى هنا سيكون مدل فلانكس مثل ما نلاحظ وهنا سيكون هذا هو الجوينت هذا هو هذا سيكون في هذه الحالة هذا هو هذا هو وهذا هو الففث هذا هذه عبارة عن proximal فلانكس وهذا سيكون البوزيشن أوف متة تارسو فلانجيال جوينت هذا سيكون الفورث وهذا سيكون الففث هذه عبارة عن متة تارسو البونز هذه الأشياء أصبحت معروفة هنا هذا مثل ما نلاحظ تارسو هذا تارسو متة تارسو جوينت إذا تطرقنا إلى هذا الشيء من وهذه عبارة عن انفيرير أيضا هنا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الكيوبويد هذا هو عبارة عن الكيوبويد بون عبارة عن الكيوبويد بون خمسة وعشرين أيضا تيوبروسي هذا هو الكالكينيس وهذه هي الكالكينيال تيوبروسي طبعا هنا هنا في بعض المصادر يكون طريقة مختلفة يكون التسمية طريقة مختلفة يعتبر أن هذه كلها هي عبارة عن الكالكينيال تيوبروسي وأنا تطرق لهذا الشيء وحيانا لا يعتبر هذه فقط هي الكالكينيال تيوبروسي تطرق لهذا الشيء في المحاضرة التفصيلية عن الفوت بون ولكن يبقى الموضوع ليس بالمهم جدا ليس بالمهم جدا جدا لأن هذه التفاصيل الدقيقة جدا لا تكون من اختصاص طلاب في المرحل الثلاثة الأولى أيضا هنا سيكون لدي السستنتاكيلر سستنتاكيلر تلي سستنتاكيلر تلي وهو جزء من الجزء من الكالكينيس ويكون بالميدال أسبكت هذه هي الميدال أسبكت أيضا ننتقل الآن إلى lateral view للفوت مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الانترميديا كيونيوفورم بون هنا سيكون الانترميديا كيونيوفورم بون هنا سيكون اللاترال هنا سيكون اللاترال كيونيوفورم بون هذا هو الانترميديا وهناك سيكون لدي الميدال وهذا هو اللاترال أيضا سيكون لدي هد أوف تلس هنا هذا سيكون الهد أوف تلس وأيضا وهو هذا سيكون هذا عبارة الانترميديا كيونيوفورم هذا عبارة اللاترال كيونيوفورم هناك في الميدال سيكون لدي الميدال كيونيوفورم أيضا سيكون لدي طلس سمع نلاحظ هذا الجزء هذا الجزء الذي يستقبل التبية والفبولة سنسميه طلر طلس او طلر 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 وهو او للطلس ايضا سيكون لديه هنا هذا هو هذا ايضا هذا هذا للسيرد وهذا سيكون للففل دجئ ايضا سيكون لديه ميدال في eğر어� surgى و ايضا هنا powder يعني الطلس من الى which I can see وايضا هنا سيكون لديه مثل ما نلاحظ متأتارسى في المانجيلحدها متى تارسى في التجير و هنا الممكنه طلبونز وأيضا سيكون هنا الميتا تارسوفيلانجيل جوينت هذه أصبحت بشكل تفصيلي وتكرار كثير أيضا أصبح لسهولة حفظها أنا أريد سهولة حفظ هذا الشيء للمستمع وأيضا أريد أن ننظر إلى الصور الحقيقية الصور الحقيقية مهمة جدا لأن في المستقبل سيكون هناك X-ray لا يمكن أن تفهم X-ray بشكل جيد إذا ما فهمت البونز وكل تفاصيل البونز الآن ننتقل إلى الصورة الأخرى هي تكملة للصورة الأولى هنا اللاترال كونيوفور مثلا ما نلاحظ هذا اللاترال كونيوفور وسيكون لديها تيبروسيتي أوفذة فيفث متتارسل بون وسيكون لديها هذا هو الكوبويد بون هذا هو الكوبويد بون الكوبويد بون وسيكون من اللاترال أما المedial cuneiform سيكون من المedial سيكون على نفس الرو هذه الثلاث عظام ستكون أو الأربع عظام ستكون على نفس الرو فالmedial cuneiform سيكون المost medial one والlateral المost lateral one سيكون الكوبويد one الثمان نلاحظ أيضا وهذه العظام هي التي ستعمل ستعمل articulation مع المتترسل هذا الشيء سنتطرق له إن شاء الله بالمستقبل فهذا سيكون مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الposition أعتذر هذا هو عبارة عن الposition of calcineo cuboid joint هذا هو الكوبويد وهذا هو الكالكينيو فهنا الدسمية أتت من الproximal إلى الدستل بهذه الطرقة وهذا هو الproximal وهذا هو الدستل فكان calcineo cuboid joint هذا هو الكالكينيو cuboid joint بهذه الطرقة الآن ألا ما أعتقد أصبحتم familiar جدا مع تسمية المفاصل وطريقة تسميتها أصبحت سهلة لديكم جدا ألا ما أعتقد هنا الترسل ساينس هذه هي عبارة عن الترسل ساينس هنا الترسل ساينس ساينس هي عبارة عن فجوة ممكن أن نقول فجوة وسنتطرق على الترسل ساينس الله في المستقبل مع دراسة السوفت تيشيو وأيضا الجوينتز للفوت ولكن هنا هذه الترسل ساينس تحصل بسبب وجود أكثر أو تحصل عند وجود أكثر من بون لا تحصل في بون واحد فهي ليست ماركينغز أو فورميشنز لعضم واحد ولكن وجود أكثر من عضم كوان هذا الساينس وهو بشكل رئيسي سيكون لديه التلس والكالكينيس بهذه الطريق أيضا سيكون لديه مثل ما نلاحظ هذه هي الفيبيولر تروكليا هذه هي الفيبيولر تروكليا أوف كالكينيس وأيضا سيكون لديه الكالكينيال تروكليا 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 وهذا هو الفيبيولر هذا تبيا أيضا وهذا تبيا هذا كان غير واضح فهذا هو هذا الفيبيولر أيضا للإشارة هنا الفيبيولر ك relative position بينه وبين التبيا فأن الفيبيولر يكون postro lateral يكون postro lateral بهذه الطريقة أيضا هنا سيكون lateral mallules التي ستوجد على lateral articular أو lateral mallular lateral mallular articular surface على التلس position of sub-teller joint هذا هو هنا سيكون لديه هذا هنا سيكون sub-teller joint هذا هو subteller joint أو tele calcineal joint أيضا subteller أو tele calcineal joint بهذه الطريقة هنا سيكون لديه medial view وهذه تقريبا آخر صورة وجد صورة واحدة فقط أخيرة والصورة الأخيرة لن أشرح عليها تفاصيل كثيرة ستكون مجرد تفاصيل واحدة فقط هنا distal phalanx هنا سيكون proximal phalanx هنا هذا هو first metatarsal هذا first distal phalanx first proximal phalanx هذا هو first metatarsal bone وهنا سيكون لديه medial cuneiform هذه هي الحلقة الضائعة من الصورة السابقة هذه هي medial cuneiform bone وهنا navicular medial cuneiform bone هنا navicular هنا هذا هو head of the tellus أيضا وهنا سيكون هذا هو هنا هذا joint سأسميه tello للمرة الرابعة tello calcineal calcineo navicular joint وأيضا سيكون لديه هذا هو head of the tellus وهذا neck of the tellus وهذا tellus وهكذا هذه أيضا systentacular tello of the calcineus بهذه الطرقة هذا هو calcineus calcineal tuberosity وأيضا systentacular tello وسيكون لديه التبية هنا على medial view وأيضا سيكون لديه هذه هي medial malulus هذه هي medial malulus في هذه الصورة أنا كل ما أريد من هذه الصورة هي مجرد أن تختبر معلوماتك أعتبر أنك ستختبر معلوماتك أخفي هذه أخفي بطريقة معينة هذه هذه أنا لماذا أعشر بيدي العلم هذه المعلومات أخفيها ومجرد أعمل guest مجرد أعمل guest يعني أحذر هذه structures ماذا هي بالضبط مثلا هذه مثلا هنا هذه ستكون posterior process of the tellus وهنا سيكون medial tubercle هذا سيكون هنا groove groove of the teller or groove in the posterior tubercle or posterior process of the tellus هنا سيكون مثلا لديه lateral tubercle وهكذا هنا ستكون tuberosity of the of the calcinius بهذه الطريقة مجرد أنك تقوم بأن تحذر أو أن تختبر معلوماتك بمعنى صح تنتحن نفسك أنا أريد فقط أريد من هذه الصورة أن تتخيل أن تتخيل كل structure كيف هو بالضبط أوكي كيف هو بالضبط وأيضا أريدك أن تفهم أريدك أن تفهم أن هذه الصور هي الصور الحقيقية ويجب عليك أن تعرف هذه هنا يجب عليك أن تعرف كل الصور التي كانت سابقا على أشياء تكون ليست حقيقية عبارة عن صور ليست حقيقية عبارة عن رسومات ليس المطلوب تلك الصور كطبيب أنت كطبيب ليس مطلوب منك تلك الصور أنت مطلوب منك حينما تأتي هنا تأرف ما هذه هذه هي هذا الشيء الأهم فلنقول أن المعلومة أنت تدرجت بالمعلومة سابقا كنت ترى صور ليست حقيقية الآن صور حقيقية فيجب عليك أن تتطلع بشكل جيد لهذه الصورة والصور التي قبلها وتراجع بشكل جيد وأذا كان لديك مصدر يقدم صور أكثر بعد من هذا يجب عليك أيضا أن تطلع على ذاك المصدر بهذه الطريقة يكون العلم لكن قد أخذت العلم بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة وإلى هنا انتهى لدي هذا الفيديو أتمنى أن يكون قد نال عجابكم وأعبروا عن رأيكم في هذا الفيديو بلايك وإذا كان هناك شيء لم يعجبكم بهذا الفيديو فأعبروا عنه في التعليقات فقط أيضا اكتبوا لي في التعليقات ما هي آراءكم بشكل عام بالفيديو سواء كانت الأمور الفنية أو العلمية وأيضا إذا كان هذا الفيديو يستحق عمل شير فلا تبخلوا على الشير وإذا يستحق أو إذا تستحق هذه القناة عمل اشتراك فيشتركوا في القناة نلتقي بفيديو آخر